السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة على خناتكم صاحب الكرة وباسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحلقة نارية ويعني هنتكلم فيها كلام مهم جدا وبداية الحلقة وعنوانها بيقول الاستغناء عن شيكا بالا وعمر أديب يصخر من جمهور الأهلي ومنع الزمالك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ولو انت مش مشترك معنا في القناة انزل اشترك معنا في القناة في تحت برضو هتلاقي جرس دوس على الجرس تقرأ او الاختيار نساش تعمل لايك على الفيديو ولو عجبك الفيديو او منساش تعمل شيرو وشفتنا على صفحة الفيسبوك منساش تعمل لايك لصفحة الفيسبوك او فولو صفحة الفيسبوك نساش الحاجات دي كلها هنستغناء عن شيكا بقى طبعا انتم عارفين قصة اللاعب يعني أنس أسامة لاعب نادي الزمالك في كرة السلة وان زمالك او الوسيزي مرتضان منصور رئيس للزمالك طلع فيديو وقال ان هو جدد لنادي الزمالك طلع أنس أسامة وتكلم وقال ان الفيديو ده مع الوسيزي مرتضان منصور قديم وان الراجل يعني ما جددش لنادي الزمالك وانه المفروض يعني ان هو خلاص موضع لنادي الاتحاد السكندري خلاص كده الفيديو اللي تعرض من رئيس نادي الزمالك خلاص فيديو اصبح بلا هوية او فيديو يعني اه ملوش لازمة حالية فطبعا رئيس نادي الزمالك عايز أناس أسامة فأنا أسامة لاعب تقيل جدا 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 اه في يعني اه مصر في كرة السلة فيعمل ايه يعمل ايه يعني ايه اتكلم السيد الرئيس نادي الاتحاد حمد مصلحي وقال له أنا عايز أناس أسامة قال له لا خلاص كده شكر الراجل مضل للتحاد انتخذت احمد مرعي خلاص فأنا خدت اناس أسام احمد مرعي اللي هو كان المدير الفني نادي الاتحاد السكندري اللي زمالك مضى معايا فاللي هو زي ما تقول ايه واحدة بوحدة يمين شمال يمين شمال يمين شمال موستوش ايه لحال الى ان ترقت فكرة في يعني رأس ادارة نادي الزمالك والفكرة ده جماعة متدولة جدا والصحفين كتير تكلموا عنها والصحف كتير تكلمت عنها الا وهي تبديل لاعب كرة قدم بلاعب كرة سلة وده الجديد يا بلد التقليد ده الجديد والجديد عندنا بس مش هتلاقيه بره وبتنين ونص ما بتكسرش تبديل لاعب كرة بلاعب باسكت ماشي فقالك خلاص يا معلم هتقلس اسامة وهديك شيكبالة حاجة بص كده قصتك شغلة فنادق يا ابن تتكلم بجد ده اللي بيتقلل يومين دول في اجواء نادي الزمالك وداخل جدرون نادي الزمالك والناس الحديث معها معالي قوي ان رئيس نادي الزمالك عايز انا اسامة باي شكل باي شكل يمين شمال يمين شمال خدو شيكبالة وهاتو اناس اسامة فتخيل الموضوع ده فلك ان تتخيل انها ماشية كده وغالبا غالبا بنسبة كبيرة بديل اناس اسامة هيكون شيكبالة وما تسألنيش ازاي لعب سلب لعب كرة ما تسألنيش بوس ما تسألنيش انا اللي بيسألني في الحاجات دي انا بداي فبلاش اسألني بعد اذنك عمر اديب يصخر من جمهور الاهلي ظهر علينا الاعلامي عمر اديب يعني كالمعتاد بيقعد يتكلم عن المكسب الاهلي عن خسارة الزمالك وهكذا ولكن طلع اتكلم كلام بطريقة غريبة شوية ولما تفتكروا او يعني اللي امتبعني فيكم شوف الحلقات اللي فاتت اعتقد الحلقة اللي فاتت او اللي قبلها كنت بتكلم ان الاهلي لما وقع السنة دي في دور الابطال الافريقيا كترة سككينو الناس كلها بقت بتقطع فيه الناس كلها بقت بتهجمه كله دلوقتي موسيماني وحش اللي جاب تمام مطلاته والاهلي وحش وفور اللعيبة وفور الفريق والادارة سلبية وكلام كتير وبقول لك اللي بيهجموهم اهلوية وزمال كوية وقولت لك ان انا ما بحبش ان انا اهاجم حد وهو في حالة انكسار نتيجة الانهزام نتيجة حاجة ما ينفعش انا عارف ان الاهلي كبير وكل حاجة بس بتكلم والله مش بتكلم اهانة للاهلي بتكلم ان ده ناس خارجة كانوا نفسهم حققة وسلسية اللي هو يعني ثلاث سنين واربعات من التالية كأس افريقيا تبقى الانجاز التاريخي الاوحد في كأس افريقيا او دور ابطالة افريقيا لنادي مصري هو الاهلي يعني او لأي نادي عامة انجاز اوحد حدش عملها قبل كده انه اخدت افريقيا واربع فالناس متضايقة ومستائقة وزعلانين مجيش انا بقى هم زعلانين ومش قدرين يردوا او مالهمش دماغي يردوا او ما فاقوليش لسه وانا روح ايه دابب بغاية ما اطلع عمر قديب وعادي يقولك هو جمهور الاهلي زعلان ليه هو يعني خلاص الاهلي من ساعة من خسر الاعلام كله عمالي ان يكلم عن خسارة الاهلي هو خلاص محدش خسر غيره هو انتم واخدين حبوب منع الهزيمة هو هو ايه اه الله ما صلى على النبي اه وبعد Scandinavian راح قللك ايه يعني ايه الاهلي خسر 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 لما الاهلي يكسر بيقولك الاهلي بباطات الحضر واروح الفنينلا الحامرة ولما الاهلي يكسر بيقولك التحكيم التحكيم والكاف والزلم والرفترة خلاص يعني مفيش غير كده وما يشغل كده وبدأ هجوم ايه هجوم كاسح مع ان ده ما كانش كلامه قبل كده كلامه قولي كده كان دايما الاهلي منظومة كبيرة والاهلي بيفوز بالبطولة وبالروح وبالعزيمة والاسرار والاهلي 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 بس ايه واضح ان فيه ناس في الاعلام بيمشي مع الموجة الموجة رايحة فين هاجم الاهلي هاجم الاهلي واركب الترند الموجة رايحة فين اشكر في الاهلي اشكر في الاهلي واركب الترند طب يا بشا فين المبدأ السابت راح فين اركب التريند كأنه قطر يعني ما علينا ما علينا والله الواحد مستق مستقه وحبيب بعيد ايه منع الزمالك من المشاركة في دوري الابطال اه دي بقى اللي نكتة دي بقى اللي نكتة ويعني شره البلية ما يضحك والفيفا الفيفا وكمان الفيفا والكاف وكمان الكاف الكاف اصدر خطاب لجميع الاتحادات الافريقية وقال لهم بالنص اي نادي عليه حكم قبل 31 ديسمبر 21 والحكم ده كان فيه عقوبة مالية لم تسدد تاني لم تسدد قبل 31 3 1 2 هذا النادي رسميا لن يشارك في دوري ابطال افريقيا مهما حدث طلعت ناس وقالت ان الزمالك عمل استقناف على القضية اللي هي كانت اكبر قضية في القصة دي تقريبا قضية شيكابالا وناس قالت محمد ابراهيم ايا كان على الاواضي او العقوبات وقاله ان هو عاول استقناف في قضية الواحد وعشرين يوم وان اللي سيناف ده بيديك مدة تانية الموضوع ده جماعة تبقى للوائح اللي انا عرفته يعني برضه انا مش راجل خبير لوائح وس اللي انا عرفته من تبقى للوائح اا اعتقد من استاذ عامر العميرة لو بتتابعوه اا راجل ده مختص باللوائح على تويتر يعني اا قال ان لأ الكلام ده خاطئ وان تم تظلم على اا التلاتين الف فرنك فقط اللي هم تقريبا اا تكلفة المحاماة او حاجة زي كده عقوبة غير قابلة الاستقناف العقوبة اللي هي على الزمالك دي فالمفروض ان كده رسميا الزمالك على الاخبار دي يعني اتبنى يكون الاخبار دي خاطئة يا رب والزمالك شارك في دورة ابطالة افريقيا بازن الله تعالى يا رب وشوفه صرف ان شاء الله ان شاء الله يعني اا ولكن تبقى للاخبار واللوائح الموجودة وخطاب الكاف للاتحادات الافريقية ان كده الزمالك عليه عقوبة قبل واحدة راتين اتناشر ولم يسدد مبلغ العقوبة قبل واحدة راتين ثلاثة اذا المفروض رسميا الزمالك لن يشارك في دورة ابطال افريقيا النسخة القادمة ولا اي بطولة افريقية النسخة القادمة نشوف التفاصيل ان شاء الله نشوف رأي الكاف الاخير ايه وان اللي هيحصل والتحاد الكرة المصر هيعمل ايه كان مع خوك علاقت معي معلش كان مع خوك عمر عاطف في قناة صاحب الكرة شوفك ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم